دان المشروع العربي في العراق وأمينه العام الشيخ خميس الخنجر قرار الحكومة العراقية بإغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية في بغداد وأكد في بان الله أن قرار الإغلاق يمثل تصرفا منافيا للدستور العراقي والمعايير الخاصة بحرية التعبير فضلا عن تناغمه مع أبواق الفساد وأصوات الطائفية المريضة التي تريد التغطية على جرائمها وتكميم الأفواه والعدسات ودع المشروع العربي المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل ضمان الحقوق والحريات التي التزم بها العراق من خلال تصديقه على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية الصحافة يسود الاعتقاد أن سلاح الإغلاق الذي تشهره السلطات الحكومية بوجه وسائل الإعلام بين فترة وأخرى هو سياسة ممنهجة لمبارسة الضغوط عليها لتغيير سياساتها الرامية لكشف ملفات الفساد وأزمات الطبقة السياسية وإخفاقها في إدارة شؤون العراق وأبدى مراقبون مخاوفهم من التضييق على الحريات الصحفية في العراق وخشيتهم من أن يكون إغلاق مكتب قناة الجزيرة خطوة نحو مزيد من تكميم أفواه الصحفيين والتضييق على وسائل الإعلام المحلية والعربية إغلاق مكتب الجزيرة للمرة الرابعة منذ احتلال العراق لم يكن عملا منفردا وإنما يندرج في إدارة الانتهاكات الخطيرة التي تواجه العمل الإعلامي وحرية التعبير في العراق لاستيما اتهام الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية لعشر قنوات فضائية بتأجيج المشاعر الطائفية التي تذكي العنف حيث أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قرارا بإغلاق 12 قناة خلال ولايتي رئيس الوزراء السابق نور المالكي وتعاني حرية الصحافة في العراق من انتهاكات ومعوقات كثيرة ومستمرة ما جعله في المرتبة الثامنة والخمسين بعد المئة بحسب التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود للعام 2016 وانخفض بذلك العراق مرتبتين على سلم مرصد الحريات جراء كم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من قبل السلطات العراقية أو الميليشيات الطائفية من جانبها أكدت قناة الجزيرة أن قرار هيئة الإعلام والاتصال العراقية بإغلاق مكتبها في بغداد يتناقض مع نهج الحكومة العراقية وتعهدها بضمان حرية التعبير مشيرة إلى أنها متمسكة بالتوابط المهنية الواردة في مثاق الشرف المهني الخاصة بها وفي ردود الأفعال على قرار غلق مكتب الجزيرة في بغداد دان المشروع العربي في العراق وأمينه العام الشيخ خميس الخنجر القرار وعده محاولة لتكميم الأفواه ومنع وسائل الإعلام من الاطلاع بدورها في كشم لفات الفساد وأصوات الطائفية المريضة التي تحاول التغطية على جرائمها ودع المشروع العربي في العراق المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان الحقوق والحريات التي التزم بها العراق بتصديقه على المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحرية الصحافة وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أكدت أنه في ظل الوضع الهش للصحفيين العراقيين تقوم الحكومة كثيرا بإغلاق مؤسسات إعلامية بحجة أنها طائفية أو غير حيادية ترجمة نانسي قنقر